غدا حسين ممثلة عراقية تنتمي الى الطائفة المسلمة ولدت في 20 اغسطس من عام 1965 وبالتالي هي تنتمي فلكيا الى برج الاسد على دائرة الابراج الغربية وهي تعتبر من ابرز الفنانات في الخليج اشتهرت باعمالها الموجهة للاطفال كونها من مؤسسي مسرح الطفل في الوطن العربي وقد حققت شهر واسعة في المجالين التلفزيوني والمسرحي بالاضافة الى موهبتها في التمثيل تتمتع هدى حسين بقدرة على الغناء حيث شاركت في العديد من الاوبريتات بالتعاون مع عبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل ونوال وغيرهم من الفنانين المشهورين كما قامت باصدار البومين خاصين بالاطفال في ثمانينيات القرن العشرين بالتعاون مع الفنان عبد الكريم عبد القادر وقدمت ايضا العديد من الاغاني الوطنية والرياضية وعلى مدار مشوارها الفني قامت هدى بانتاج العديد من الاعمال الفنية التي شاركت فيها من بينها قتالة الشجعان وبسمة منهل اسمها الكامل هدى حسين علي الراضي ولدت في مدينة الكويت في اسرة فنية لوالدين عراقيين اختها سعاد تعمل كممثلة ومذيعة في اذاعة الكويت وشقيقتها نجات عملت ككاتبة ومخرجة واختها ابتسام مساعدة مخرج واختها سحر ممثلة ومذيعة في اذاعة وتلفزيون قطر وشقيقها الراحل عبد الكريم كان كاتبا مسرحيا عاشت اسرتها متنقلة بين العراقي والكويت بسبب وظيفة والدها في وزارة التعليم العراقية توفي والدها عندما كانت في سن العشر سنوات لتكمل بعد ذلك كافة المراحل الدراسية في مدارس الكويت وتبدأ بدراسة الادب الانجليزي في جامعتها ومع ذلك تركت الجامعة في العام الاخير بسبب الغصب العراقي للكويت ونتيجة للحرب غادرت هدى حسين الكويت وانتقلت الى قطر حيث استقرت حتى بداية الالفية الثانية بعد ذلك عادت الى الكويت وبدأت دراستها الجامعية من جديد في الجامعة العربية المفتوحة حيث نالت درجة البكالوريوس في الادب الانجليزي عام 2010 في بداية الغصب العراقي للكويت شاركت هدى في مظاهرات علنية في منطقة الدعية حيث كانت تنظم تجمعات وتوزع منشورات وتهتف مع اخوتها للتنديد بالنظام العراقي بعد ذلك انتقلت هي وعائلتها الى منزل شقيقتها الكبرى سعاد ثم انتقلوا الى منطقة اخرى بعدما تمت سيطرة الجنود العراقيين على الكويت قررت هدى وعائلتها المغادرة لكي لا يتم استغلالهم اعلاميا من قبل النظام العراقي نظرا لشهرتهم فقاموا بتزوير اوراقهم الثبوتية وهربوا عبر السعودية بمساعدة من بعض العوائل الكويتية وخلال مغادرتهم تعرضوا لمضايقات من الجنود العراقيين هدى حسين وعائلتها اتجهوا الى قطر وهناك لم تكتفي نجمتنا بالبقاء في الخلفية بل وقفت الى جانب الفنانين الكويتيين على خشبة المسرح خلال امسية فنية تحت شعار سوف نبقى واقفين وكان من بين الفنانين الذين شاركوا في تلك الامسية محمد المنصور وسعاد عبد الله ومحمد المسند وخليل زينل فيما بعد تعرضت شقيقتها ابتسام لحادث مروري في الكويت ودخلت في غيبوبة ثم رحلت عن عالمنا حاولت هدى العودة الى الكويت لحضور تشيع جنازة شقيقتها لكنها واجهت صعوبات في ذلك بسبب شهرتها لذلك بقيت مقيمة في قطر واستمرت في مشوارها الفني تم تداول اخبار عديدة حينها عن استضافتها للفنان امبيريك ولكنها نفت هذه الاخبار واكدت انه لم يزر قطر اصلا وانها لن تستضيف شخصا خانا وغدرا بالبلد الذي رعته في عام 2000 عادت هدى حسين الى الكويت بعد ان تزوجت الممثل عبدالعزيز القبطان الذي يحمل الجنسية الكويتية وقد انجبت منه ابنة وحيدة اسمها روان لكن الخلافات تفاقمت بينها وبينه في وقت لاحق قبل ان يقع الطلاق تعرضت نجمتنا لهجوم بعد ان شاركت ابنتها روان معها في مسلسل لكيوم وقيل انها فعلت ذلك بسبب كونها المنتجة لكنها رفضت هذا الامر واكدت ان ابنتها شاركت بسبب قدراتها التمثيلية هدى حسين فنانة موهوبة بدأت مسيرتها الفنية في سن الاربع سنوات فقط كانت بدايتها في عالم الفن موجهة للاطفال حيث شاركت في برنامج ماما انيسا وكذلك في العديد من المسرحيات بما في ذلك السندباد البحري حيث كانت جزءا من فريق الراقصات على الرغم من صغري سنها انتجت هدى العديد من مسرحيات الاطفال وشاركت في تمثيلها ايضا ومن بينها مسرحية ليلى والذئب بعد ذلك قدمت العديد منها مثل علي بابا والعصابة والبنات والساحر والاخطبوت وعروس البحر اما اول عمل مسرحي لها بعد الغزو وبعد عودتها الى الكويت في عام الفين فكان مسرحية الاس في بلاد العجائب اشتهرت هدى حسين فيما بعد بادوارها في المسلسلات الخليجية لتعمل مع العديد من الممثلين من دول الخليج من بين ابرز اعمالها الدرامية كان صمت السنين وبيت العائلة وفضة قلبها ابيض والورثة وسارة والرهينة واميما في دار الايتام والملكة والحب لا يكفي احيانا وحلفت عمري وكف ودفوف وملح وسمرة وغصون في الوحل وشارع الهرم وست الحسن وحياة ثانية وفي رمضان الماضي قدمت مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وقد تعرض هذا المسلسل اثر عرضه لازمة كبيرة اذ تم تحويل فريق العمل فيه الى التحقيق وتم ايقافها معهم عن العمل مؤقتا الى حين انتهاء التحقيقات وتبرئة الاطراف من تهمة الاساءة للكويت وذلك بسبب مشاهد المسلسل الجريئة واحداثه التي رأى فيها البعض اساءة للشعب الكويتي ومعتقداته واعرافه قررت هدى من جانبها التوجه للقضاء حماية لحقوقها الادبية والنفسية ووكلت محاميا شهيرا عنها للقصاص من كل من اهانها او تنمر عليها او اساء اليها بشكل شخصي مؤكدة انها لن تترك حقها وقد ردت الفنان الكويتية هدى على الهجوم الذي تعرض له هذا المسلسل مؤكدة بان الملفات التي طرحها موجودة في المجتمع وبكثرة وقالت خلال حديثها في برنامج جرس هذه الملفات موجودة في مدارسنا وانا عندي علم فيها الناس المختصة رووا حكاياتهم لي ليس فقط في الخليج وانما في الوطن العربي وتابعت هذه القضايا ليست ظاهرة ولكن اتضح انها موجودة بشكل كبير ومكثف في الآوين الاخيرة بمدارسنا الخليجية والعربية والعالمية هدى حسين اكدت انها تزوجت مرة واحدة فقط ولم تكرر هذه التجربة وهي تعتبر ان الصدقة هو المعيار الاساسي الذي تبحث عنه في اختيار زوجها المستقبلي واضافت ان الثراء المادي ليس شرطا لقبول الزواج بالنسبة لها حيث تعتقد ان المال يشترك في امتلاكه المرأة والرجل وان الاهم هو ان يكون الشريك متفاهما وصادقا واكدت ان اي امرأة بغض النظر عن سنها وشهرتها تحتاج الى شريك يكون الى جانبها في رحلة الحياة ويساعدها في التغلب على الصعاب كما اشارت الى ان كل امرأة تشتاق للامومة ولسماع كلمة ماما واكدت بشكل قاطع ان الشهرة لا تتعلق بقرارها عدم الزواج مرة اخرى في فترة خلاف هدى مع زوجها سئلت حياة الفهد عن هذا الامر فنصحت علنا هدى بحل الخلاف بحكمة وهدوء حيث انها اكبر منها سمنا بعد ذلك التقت الفنانتان لكن هدى ادارت ظهرها ومشت ومنذ ذلك الحين اصبحت العلاقة متوترة بينهما ولا تشارك اي منهما في اعمال اخرى خلاف اخر وقع بين هدى حسين والنجمة الاماراتية احلام بسبب مسلسل الملكة الذي قدمته الاولى واعتبرته الاخيرة مساسا بلقبها واساءة لها وفي التفاصيل انه خلال تصوير مسلسل الملكة تلقت الفنانة احلام معلومات تفيذ بان هدى حسين تقدم حياة مطربة في المسلسل وهو يحمل عنوانا لقب الذي تحبه احلام الا وهو الملكة وبناء على ذلك اعلنت احلام انها ستقاضي منتج المسلسل وبطلته اذا تبين ان هذا العمل يمس بها او يتحدث عن تاريخ من توضيح هدى حسين في برنامج اذاعة الخليج ان المسلسل ليس له علاقة باحلام من قريب او بعيد اصرت احلام على ان القضاء هو الذي سيحسم الامر وفي مشهد من المسلسل اضطرت هدى حسين لذكر انها مطربة وانه لا يوجد في الساحة الغنائية سوى احلام ونوال مما ادى الى فقدان احلام فرصة اتخاذ اي اجراء قضائي ضدها حيث ان المسلسل لا يمثلها بالفعل وخلال زيارة احلام للكويت اثناء تصوير برنامج عرب ايدل قبل سنوات خلت اكدت احلام انها تحمل لقب الملكة في عالم الغناء وقد نالته خلال مهرجان الدوحة الغنائي الرابع حيث تم تلقيبها ايضا بملكة المهرجانات وعند سؤالها عن مسلسل الملكة الذي تم عرضه مؤخرا في تلك الفترة اجابت احلام بانها لكن على اي حال هذا الخلاف انتهى في وقت لاحق وقد التقت الفنانتان فيما بعد امام عدسات الصحافة وتبادلتا التحية والقبل هدى حسين طولها مئة وخمس وسبعين سنتيمترا ووزنها خمسا وسبعين كيلو جراما وقد اجرت عملية تجميل لانفها وتكبير لشفاهها عبر حقن الفلر وعن هذا الامر تقول نجمتنا اللامانع لديها من اجراء عمليات تجميل شرطا ان لا تتم المبالغة فيها ومع ذلك هي ترفض بشدة عملية نفخ الشفاه حيث تعتبر ان المرأة التي تقوم بهذه العملية تصبح مشابهة للبط وفقا لقولها هدى حسين حازت على جوائز عدة عن مسيرتها الفنية كان ابرزها جائزة الميريكس دور عن فئة الممثلة الخليجية لعام 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة